الواحدة العاشر الرقابة والتقويم عملية الرقابة والتقويم تستخدم عملية الرقابة والتقويم للتأكد من أن نتائج التي تتحقق أو التي تحققت مطابقة للأهداف التي وضعت ويتطلب ذلك وضع المعايير الرقابية ليتم الرجوع عليها ومقارنة الإنجاز بالمقياس أو بالمعايير تقييم الأداء على أرض الواقع وقياسه ويتم ذلك عن طريق المتابعة بالتقارير الشفوية والكتابية والملاحظات الشخصية تشخيص المشكلات وتحليلها بقصد علاجها وحلها على اعتبار أن المشكلة تنشأ عن الانحراف عن الوضع المرغوب والمطلوب أولا الرقابة مفهوم الرقابة سنتحدث في مفهوم الرقابة باعتبارها الوسيلة التي تعين الإدارة على مراقبة الأداء والكشف عن الانحرافات وتصحيحها قبل أن تتعمق وتستشري وأخطى التدابير اللازمة لمنح حدوث هذه الانحرافات كما يقصد بها قياس النتائج المتحصلة للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تتضمنها الخطة الموضوعة والتعرف على الانحرافات عن المعايير الموضوعة وتصميم العلاق المناسب لها ووضعه موضع التنفيذ مع التأكد من تصحيح الأخطاء وإعادة العمل إلى المسار السليم الرقابة ترتبط ارتباطاً نثيقاً بالتخطيط وتعد جانباً مكملاً وحيوياً لضمان تنفيذ الأوامر والتعريمات التي يصدرها المدير هناك أنواع كثيرة للرقابة سنتحدث عن الرقابة من حيث الزمن الرقابة من حيث الزمن تصنف إلى رقابة وقائية ورقابة علاجية والرقابة من حيث التنظيم رقابة مفاقية ومستمرة والرقابة من حيث المصدر رقابة داخلية ورقابة خارجية والرقابة من حيث الشمول تصنيف آخر للرقابة هذا التصنيف يتحدث عن الرقابة القبلية الموجهة ويتحدث عن رقابة بعد العمل بالإضافة إلى الرقابة الإجمالية على المؤسسة من حيث نظمها وأنشطتها ووحداتها الرئيسية والفرعية ورقابة على أعضاء المؤسسة وعلى الموظفين ومتابعة مدى تنفيذهم للعمل مجالات الرقابة تمارس الرقابة بمقالات متعددة منها الرقابة على الأهداف ومدى إمكانية الوصول إليها وطريقة صياغتها والحاجة إلى تعديلها وتوضيحها للعملين الرقابة على السياسات، الرقابة على الإجراءات، الرقابة على التنظيم، الرقابة على المصروفات، الرقابة على الكفاية الإدارية، الرقابة على تهيئة أفراد العمل، الرقابة على الكلفة